هو ابن القدس وهو ابن لتلك المرحلة التي انتقلت بها المدينة من الحداثة العثمانية إلى الحداثة الأوروبية في النصف الأول من القرن العشرين فمضى بها واضعا أسس التربية الحديثة والمناهج العربية بانيا المدرسة الدستورية لتكون نموذجا عمليا لنظرياتها من هو الأديب والمربي خليل السكاكيني؟ التفاصيل في التقرير التالي لا أقف بجانب قبرك إلا خيل إلي أني أسمعك تنادينني تعال يا خليل تعال لا تتركني وحدي خليل السكاكيني واحد أبرز المنورين الفلسطينيين الذين عاشوا في القدس وتأثروا بهذه المدينة العليقة كما أثروا فيها وكان هو مركز من مراكز الاستقطاب الثقافي كان في البداية يعيش في بيت الأسرة داخل سوري البلدة القديمة وكان لهم بيت في المصرى أيضا خارج سوري البلدة القديمة ولكنه فيما بعد وبالنظر إلى اشتغالي فترة طويلة في التربية والتعليم صار عنده طموح بأن يبني بيتا يستقر فيه زوجته وسلطانة وبالفعل اشترى قطعة أرض في الكوكمون وبنى فيها بيتا واستقر فترة من الزمن مع زوجته في هذا البيت إطلاق اسم المربي والمعلم خليل السكاكيني على المركز الثقافي هو تخليدا لذكراء وأيضا لعادة الاعتبار ولفكرة وللعلم ولأفكاره التربوية اللي هو طورها وحطها وبالإضافة لأثره على الثقافة الفلسطينية المعاصرة من بدايات القرن العشرين وخاصة في زمن بعد النكبة كانت له نظرية تربوية حديثة تقضي أو تنص على احتراب الطلاب وترك الحرية لهم في الدوام أو عدم الدوام وألغى الامتحانات لم يكن يحبذ تقديم الامتحانات لأنها ترهق التلاميذ نفسيا كان ضد العقاب البدني طبق كل هذا في المدرسة الدستورية التي أنشأها ثم في مدرسة النهضة التي أيضا كان يقودها ويستقبل فيها تلاميذ محبين للمدرسة وراغبين في تلقي العلم لأنه بالفعل طبق نظرته هذه في التربية الحديثة التي تسعى إلى توسيع عقول الطلبة وليس إلى تصغير عقولهم وحشوها بالمعلومات حين انتدى العدوان الصهيوني على الأحياء الغربية من الكدس على القطمون وعلى الطلبية وغيرهما آنذاك خليل السكاكيني سافر إلى مصر لفترة من الزمن وفي الأثناء وقعت نكبة الكبرى عام 1948 وتم الاستيلاء على بيت خليل السكاكيني كما تم الاستيلاء على مكتبته التي كانت تحوي ألا في الكتب خليل السكاكيني ترك لنا يوميات غنية ووافرة كان يكتب يوميا أو شبه يومي هذه اليوميات وبدأ فيها في العام 1907 وانتهى منها في العام 1953 قبل أن يموت بأشهر قليل توقف عن الكتابة هذه اليوميات فيها أفكار وفيها مواقف وفيها سجالات بين خليل السكاكيني وأدباء آخرين وهي ما زالت حتى هذا اليوم محتفظة بكيمتها الأدبية والفكرية أيضا خليل السكاكيني ترك نظرية في التربية الحديثة لكننا للأسف الشديد لا نتبعها ولا نعمل بموجبها في مدارسنا ما زلنا نعتمد على التلقين المركز عم بفكر بنفس النهج أو بحاول يفكر بنفس النهج التحرري اللي كان خليل السكاكيني بحاول ينفسه من خلال مدرسته ومن خلال كتبه ومن خلال طريقة تعليمه بنشاطاته وبإدارته لمركزه وبالعمل الثقافي اللي عم بنتجه لمركزه اشتركوا في القناة ومن خلال مروك هل بنا اشتركوا في القناة